السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتونا كتير بالفيديو اللي فياتل الفيديو ده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آلي وصحبيه أجمعين صلى على النبي جماعة صلى على النبي نكسب صلاة النبي بصوا النهاردة اليوم جميل والفطار جميل والأكل تحفى ايه اتحالا اقول لكم انا عملت النهاردة ايه اعملت فكيرة مجنونة ايه فكيرة مجنونة دي فكرة مجنونة قصدي عملت افتار ايه يا أمو كريم النهاردة تعالوا انا اقول لكم عملت افتار ايه النهاردة بصوا الاول نصال على النبي واول حاجة نعملها زي ما انتم متعودين تنزلوا تحطوا لنا اللايك الجميل بتاعكم ايه لو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو او اي حاجة جديدة احنا بنعملها تنزلوا وتوصلوا لوك وتشوفوها عملت افتر يا مم كريمي يللي بترغي كتير والله مش برج كتير ولا لحاجة لكن افكره لكم بس لما بتنسوا تحطوا اللايك لما منسا اقولكم وحطوا لايك ما بتحطوش لايك لكن لما بقولكم واطلب منكم ان انتوا تحطوا لايك وتشاهدوا الفيديو بصراحة ما بتكسفونيش و بتشاهدوا الفيديو كويس قوي و بتحطوا اللايك و الفيديو مشاء الله بيجيب مشاهدة وانا ببقى فرحانة ومبسوطة جدا ان انا تعبوا لا بيروحش على الفاضي هل تفتر ؟ سأخبركم اختي نفتر النهار لكن لا تحكوش على ايه هل تعرفين ايه افتر اليوم ؟ افتر كرشة وطحال ماهي ايه ؟ كرشة وطحال ليس كرشة وطحال ليه كرشة وطحال تحدي كرشة والطحل هو في الجبيحة على فكرة هذا غالي ليس لان أخبرك كرشة رخيصة وعلا كانت كم بخمسين جنيه وكانت بخمسين جنيه ليس لان أخبرك كرشة كرشة البرخيصة لا مش كرشة خالص والله دي غالية المهم تعال اقول لكم اننا جبنا ايه وعملنا ايه ايه جبنا اتنين كيلو كرشة جبنا طحال بسم الله ما شاء الله قمت غسلتهم غسلة محترمة وديليومين اخسل ونقع في الخل واللمون والدقيق واخسل ونقع واخسل ونقع واخسل ونقع لما ايه الحمدلله بقت زي القشطة وزي الفل بقيت رحيتها تمام ويتتكل ناية كده بصراحة يعني انا يعني لما ندفت وغسلتها كده مكنتش متوقع انها تطلع بالجمال والحلوة دي طيب عملت ايه بقى يا امو كريم عملت يا ستي امتي بقى سلقت الكرشة دي لوحدها وسلقت المنبر لوحده امتي جايباهم مقطعاهم كده ايه مكعبات صغيرة او ختة صغيرة امتي جايبا معلقتين ثلاثة اربعة كده سمنا بلدي محترمين وقمت مشوحك كل الكلام الجميل ده فيه مع فص توم كده الله اكبر والطماطم اللي قدامكو دي طماطم بتوم طماطم محشية توم ايه بشرح الطماطم كده شرايح شرايح بس الطماطمات كل يعني اللازق ببعضها مش من منفاصلة يعني ترونشات بس تكون لازق او بين الترونشة دي والترونشة دي بقى يكون حشية توم ايه توم بقى و وافلفل اخضر وي ايه ولمون وكمون وخل يعني عاملة ده محترمة يعني بتخلي طعم الطماطم ميا جميلة امو كريم بيحبها ايه بس يا كوكي ما بيأكلش الحاجات دي خالص ولا بيأكل البط وحيات ربنا تاني قمت ايه انا مبارح كنت عاملة بطة كانت جاي لنا هدية عملناها واتنان ما بيأكلش البط اما ابو كريم رح جاب تلات ورات جاب له تلات ورات رح تعطتهم في الفريزر فعملت له ورك معانا مبارح بس كيان عملت له ورك والنهار ده قال انا مش هاكل لا كرشة ولا طحول هو فعلا ما بيأكلهمش فقمت ام طلع له ورك كده سلقته وعملت له شوية مكرونة وكان عندي ملوخية من امبرح سخنتها له بصراحة وفطر ان هو صايم لان عتمان بسم الله ما شاء الله قولوله شاطري يا عتمان انا عزاكوا تشكعه عتمان وتقولوله شاطري يا عتمان لان هو بيصوم زينا زيه من اول رمضان والله ما افطرش الله هو يوم واحد بس وكان تعبان فيه بس لكن هو بسم الله ما شاء الله يعني بيصوم معانا وده اول سنة لي كمان ان هو يصوم معانا كده وبيفطر معانا ويصلي وبسم الله ما شاء الله عليه يا رب يا رب يا رب بني يكرمو اسلح حالو يا رب عزاكوا بقى في الكومنتات تشجعوا تقوله شاطري يا عتمان ابروفو عليك اه بصوا فعملت له كده حمارت له حبة مكرونك كده وحمرت له الوك وسخنت له ملوخية والوات كال يعني ما مكانش هينفق احنا ناكل والوات صايم هيكل ايه يلا الحمده اللي طالما فيه الحمده لله يعني الواحد ايه ما بيقولش لا اقومش هعمل لا والله قمت طلعت وعملت له كال زينا زيه يعني مش احنا هنأكل وهو يتفرج علينا مش هينفق المهم انا قلت لكم عملت الطحال بقى حمارته في سامنة بلدي كده ومعافظ ستوم كده وشوة كاموني وشوة كزبرة وشوة فلفل اسود وشوة الحبشتة كانت اللي انا بحطهم على القاتل وده اللي بيخلوا الاكل كده ايه طعمه حلو وابو كريم عجبه قوي وقال لي حلو قوي امو كريم وبصراحة افطرنا ايه افطرنا انا وابو كريم ويتمنك زي ما انتم شايفين الطماطم كانت طعمها جميل واجربوها والله اللي اللي مايعرفش الطماطم دي يجربها تعجبكوا قوي والله الطماطم المحشية طوم دي يعني دقة عادية اللي هي طماطم معها فلفل معها ارنفل ثم عصرت عليها لمونة وضعت خل ورحت مقلبة كله في بعضه وقمت بطماطمية ومشرحها شرايح وقمت بين الشريحة والشريحة أحشيتوم كنت عملها من قبلها بساعتين فحقت الطماطم بطعمها جميل جدا أنا عملتها بصراحة مرتين في رمضان أبو كريم طلبها مني مرتين وأنا عملتها بصراحة لما بيقول يعمليها أمو كريم بعملها وكان الحمد لله رب العالمين فطر جميل ويا رب دم علينا النعمة واحفظها من الزوال يا رب والحمد لله رب العالمين إحنا راضيين والحمد لله وربنا كريمنا الحمد لله رب العالمين كريمنا بستره ونعمته وفضله علينا الحمد لله رب العالمين يا رب واحنا مش عايزين اكتر من الستر والله يا جماعة انا دايما بطلب يقول يا رب انا مش عايزة اكتر من الستر استرنا في الدنيا وفي الاخرى يا رب والحمد لله رب العالمين نحمد ربنا بكل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب وبشكر كل اخويتي كل اصحابي كل حبيبي اللي دايما متابعيني ودايما بيقولولي كلام حلوي يشجعني ويحفزني خليني اشتغل واكمل بعد ما بيكون والله العظيم والله العظيم احيانا بكون يعني خلاص انا انا تعبت وزهقت ومش عايزة اكمل لكن لما بشوف كلام كل حلو الجميل اه بقول لا انا هكمل عشان الناس اللي بتحباني طيب وبكده الفيديو بتاعي خلص اشوفك على خير ان شاء الله مع السلام